ومعنا ياسر الدماني مدير مكتب الهيئة السورية للأعلام ينضم إلينا من رفا دمشق ياسر أبدأ معك من حي جوبر النظام يعاود قصفه بغزاة لكلور السامة بعد خسارته في المناشر وعرفة ضعنا في سورة الوضع بكل تفاصيل مهلا بك سيدتي صباح الخير قبل قليل تعرض الحي في خبر عاجل لقصف بغزاة من العيار السقيل تدور الآن اشتباكات في حي جوبر على الجبهة الشمالية للحي من جهة حاجز عارفة عاودت الاشتباكات طبعا ليلة كما ذكرتم جبهة المناشر كانت مسرحا للغازات السامة المركزة غاز الكلور أدى لسقوط سبع مصابين بحالات اختناع نحن ونصقنا ربما هذه الحالة الخامس والعشرين على التوالي في الشهور القليل الماضية التي يستهدف فيها حي جوبر بالغازات السامة هناك أعراض على المصابين قياءات تشنج عضلي الأسيان بإضافة لبعض الاختلاجات وبعض الحالات الخطرة التي علجها البطباء بأدوات بداية أكسجين وغيرها إماءها وغيرها من وسائل طبية نحن نتكلم عن حي جوبر ذو الأهمية الاستراتيجية التي يحاول النظام السيطر عليها عبر محور الطيبة عبر محور المناشر عبر أكثر من محور ولكن عندما لا يستطيع يقوم باستخدام الغازات السامة ويقوم بتفجير المباني ويستخدم سياسة القصف عن بعد في سياسة لتدمير الأبنية وسياسة الأرض المحروقة كما يسقوها السوار في المنطقة بالنسبة لمخيم اليرموك هناك اشتباكات على أطراف الحي ضعنا في صورة الوضع سير المعارك حتى هذه الساعة نعم منذ عملية جبهة النصرة من حوالي أربع تأيام وحتى اليوم يشهد المخيم تصعيد بدأ التصعيد بغارات طيران الميك الذي توقف عن قصة المخيم لتسعة شهور ثم تبعه استهداف من حي القاعة بالصواريخ الموجهة تدور اشتباتات بالفعل بينها فتح الانتفاضة وميليشيات نتكلم عن ميليشي أحمد جبئي التي تقاتل ضد مخيم اليرموك والصوار الموجودون في المخيم الذين يقومون دخول النظام أيضا السوار في المخيم قاموا بإطلاق عدة قزائف على مواقع عسكرية للنظام ردا على إغلاق معدر برديل الواصل إلى تلك المنطقة طبعا ليست المنطقة الوحيدة التي تدور فيها اشتباكات نتكلم بالأيام قليل الماضية هناك حتلة من ميليشيات إفاع الوطني في مخيم اليوموك جراء الاشتباكات أيضا بيت سحن القريبة من المخيم وهي في الريف الجنوبي قام النظام بتفجير عدة أبنية بعد محاولاته التي باءت بالفشل الاختحام المخيم وبيت سحن أيضا الغوطة الشرقية كما نواهتم تشهد قصعيدا نتكلم عن ارتفاع عدد شهداء مجزر الدومة إلى سبع شهداء منظمهم أبطال جراء القصف على المنطقة شكرا لك ياسر الدوماني مدير مكتب الهيئة السورية شكرا للاعلام كنت معي من ريف دمشق عبر السكاي شكرا للمشاهدة